اشتركوا في القناة المولى جلت قدرته ان يجعله شهر خير على مملكة البحرين وابنائها وعلى الامتين العربية والاسلامية بعد ذلك اكد المجلس مواصلة العمل لتعزيز القيم الوطنية باعتبارها الاطار الجامع لقيم الولاء والانتماء التي تقود نحو مزيد من العمل والاسهام في مسيرة العمل الوطني وذلك في ضوء التنويم يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني حيث اشاد المجلس بالمبادرات التي تتبناها وزارة الداخلية في هذا الجانب وبأثرها الايجابي في تعزيز الشراكة المجتمعية وتعميق الانتماء الوطني بعدها اشاد مجلس الوزراء بالدول الذي تطلع به الكوادر الوطنية الشابة في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وذلك في ضوء تنويه المجلس بيوم الشباب البحريني الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام ثم رحب المجلس بنين مطار البحرين الدولي جائزة افضل مطار في العالم في مناولة الامتعة وجائزة افضل موظفي مطار في الشرق الاوسط وذلك في حفل جوائز المطارات العالمية الذي اقيم في اكسبو مباني المسافرين 2023 في العاصمة الولندية مستردام معكدا الاهتمام بمواصلة مسارات التطوير في خدمات المطار وقدرته التنفسية مشيدا المجلس بدور وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين وكافة منتسبي هذه الجهات فيما تحقق من انجازات وتميز لمطار البحرين الدولي على الصعيد العالمي اشتركوا في القناة بعد ذلك قرر المجلس ما يلي اولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لانتاج الكهرباء وتحليات المياه في مرحلته الثانية مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والاثار ومعها التوكيو الوطني لبحوث الممتلكات الثقافية وجامعة كانزاوا باليابان بإشأن إنشاء مركز البحرين لآثار الخليج العربي وتراثه الثقافي مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفع العامة للتطوير العمراني مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن مستجدات تنفيذ الامتحانات الوطنية مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة التنمية المستدامة حول مستجدات اعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ثم اخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية المرفوعة من اصحاب السعادة الوزراء بنتائج الدورة التاسعة والاربعين لمجلس وزراء الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي واهم المواضيع التي تم بحثها خلال مؤتمر القطاع المالي 2023 ونتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة الى جمهورية سلوفاكيا وزيارة سعادة وزير المواصلات والاتصالات الى جمهورية الهند ونتائج المشاركة في اعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب والمشاركة في الاحتفالية الوطنية بدولة الكويت الشقيقة تحت عنوان صدرة اللؤلؤ والمشاركة في اجتماع الدورة السادسة والاربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب